ملك البحار الحوت القاتل أو الحوت السفاح أشرص وأخطر كائم بحري قدر المدربين أنهم يروضوه علشان يتحول للاعب سيرك مميز بيتسمى حوت الأوركا وفي الحقيقة هو مش حوت قوي ولكن اتسمى حوت علشان حجمه الكبير وشرسته ولكنه بينتمي لفصلة الدلفين وهو أكبر الدلفين حجما وأكثرهم زكاءا كمان بيصل طوله من 6 ل 8 أمطار ووزنه ما بين 4 ل 5 طن وبيحتاج لأكتر من 200 كيلو جرام من الغذاء يوميا لو الصدفة جمعتك بي في البحر فأول حاجة ظهرة في الحوت القاتل هي الزعنفة الطويلة اللي موجودة على ظهره واللي بيبلغ طولها 1 و 8 متر واللي عاملة زي الشراع اللي موجود فيه سطح المية وليه قفزات هوائية مميزة هتشوفه هو بيدرب سطح المية بديله كأنه بيلعب لعب التسقيف كده بالإيدين مع البحر الحيتان القاتلة دي بتتنفس بالرئتين مش بالخياشين لأنها مش أسماك أصلاً علشان كده ما بتزيدش مدة بقاها تحت المية عن 20 ديئة حتى في نومها بتنام وجزء من عقلها صاحي وتنام بعين واحدة علشان تقدر تسبح وتتنفس في نفس الوقت وهي بتولد مش بتضيد وبترضع صغرها بتعتبر الحيتان دي من الحيوانات المفترسة وملك البحار بامتياز ما فيش أي نوع من أنواع الكائنات الحية بيقدر أنه هو يطاردها باستثناء البشر ده غير أنه بيترقص الهرم الغذاء البحري يعني ما فيش أي حيوان يقدر يتغذى عليه أما هو بيتغذى على كل الكائنات الحية اللي موجودة في المية وبرغم أن الحوت الأزرق أكبر منه حجماً وطوله 30 متر ووزنه 170 طن أو أكتر كمان إلا أن حوت الأوركة ده بيخوفه أكتر وعادة حوت الأوركة مش بيهاجم الحوت الأزرق الكبير ولكن بيهاجم الصغار بتوعب وبتهاجم حيتان الأوركة الأوروش البيضة واللي بتعتبر أخطر وحوش البحار بطريقة خاصة كده عن طريق أنها تقلب على ظهرها تفقدها وعيها وبعدين تفترسها وهي بتتعاون في عملية الصد دي بشكل كده يشبه اللي بتعمله الزئاب في البر بمعنى أن كل حوت وليه دور بيقديه في عملية تشبه رأسة البلي علشان كده الحيتان في المجموعة بتتحرك بطريقة منصقة وبتتواصل ما بينها وبتقرر اللي هي تعمله بالزبط إيه بتعيش الحيتان القاتلة دي في مجموعات وبتتواصل مع بعضها البعض هواء المار في الجيوب الأنفية تحت السقب الجلدي على الرأس وبتختلف الأصوات من سيربيل التاني يعني كل مجموعة وليه لهجتها الخاصة وبتقدر الحيتان أنها تتعرف على أسربها بسهولة من على بعد أميال من لحنها المميز وكل ما كانت اللهجات متشابهة ما بين سيربيل كانت سيط الأربة ما بينهم أقوى الشيء المدهش أكتر أن الحوت القاتل ده بيقدر أنه يقلد نطق كلمات زي مرحبا وإلى اللقاء وده طبعا باللغة الإنجليزية وهو الأول من نوعه في القدرة على محاكاة كلام البشر وقدرت أنها تتعلم نطق بعض الكلمات عن طريق مدرب في حديقة مائية في فرنسا وبيضم المخزون اللغوي للحوت كلمات منها أمي وواحد واثنين وثلاثة وعلى الرغم من أن متوسط عمر الحيتان القاتلة بيتراوح ما بين ستين لثمانين عام إلا أن في إناس من مجموعة المقيمين الجنوبيين عاشت لعمار طويلة ويقدر بعض الخبراء أن أن أنها مجراني أو الجدة كان عمرها مية وخمسة عام وده تحدد عند اختفائها في 12 أكتوبر 2016 والجدة دي كانت بتحكم مجموعة بتسمى الحيتان القاتلة المقيمة بالجنوب في المحيط الهادي وبينتشر الحوت القاتل في مختلف محيطات وبحار العالم معدى البحار المغلقة زي بحر قازوين ولكنه بيفضل أنه يعيش في المناطق البردة وبيوجد بعدات كبيرة هو مش معرض للانقراض وده طبعا مش عارفين وحيك وإيسة أو وحشة ولكن الحوت القاتل الجميل برغم أنه بيتغز على كل أنواع الحيوانات البحرية إلا أنه لطيف جدا مع البشر ونادر ما بيهاجم البشر إلا لو اتعرض لتهديد وده اللي خلى المدربين يستغلوه في عروضهم نظرا لزكاؤه اللي بيفوق باقي فصائل الدولفن ولكن للأسف بيتعرض لأشياء موازية جدا علشان يؤدي العروض دي زي استخدام مواد مخدرة علشان يهدوه وتجويعه علشان يطيع الأوامر وكمان اعطاه جيلاتين علشان معادته لأنه مكلف جدا أنك تأكل حوت متين كيلو جرام من الطعام في اليوم والحوت القاتل ده حساس جدا وبيكره الأسر وبيشتاق لحياة البحار علشان كده أكتر من مرة هاجم المدربين أو دلفين معاه في الأحواض وحاليا بتواجه الحيتان القاتلة دي تهديدات بيئية زي صيد سمك السالمون اللي بينقص طبعا من غزاءه الرئيسي واستضامه بالمراكب تلويس البحار بالبلاستيك والمواد البترولية وتشاهد قبل كده انتحار حوت أوركا في فرنسا كان أصيب بمرض أثر على قدرته على التمييز وبعد فشل كل الجهود لإعطته الميا مات على شاطئ فرنسا وبس كده لحد هنا بينتهي كلامنا عن الحوت أو الدلفين اللي بيسمى بالأوركا نتمنى الفيديو والكلام اللي قلناه يكون عجبكم لو عجبكم فعلا لسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب تعرفونا رأيكم في الكومنتات واشوفكم في فيديو جديد سلام